والشكل اللي بس بحب نوح عليها انه الغذري فيها جماعة الخير اللي هي موجودة بين كل في كل المفاصل في الجسم الجسم كله حركته كله بتعتمد على المفاصل وبتعتمد على تركيبة المفاصل هاد اللي هو بتكون من الغذروف ومن العظام ومن الأربطة فهاي الثلاث شغلات الرئيسية اللي ممكن يصير فيها خلال وهذا ممكن يؤدي لعدم عمل المفاصل بالطريقة الصحيحة في عندنا هلا كيف نزيد صحة الغذريف طبعا الغذريف موجودة كدسكات بين الفقرات الغذريف ما بيوصلها دورة دموية بشكل كبير يعني بيوصلها شعيرات بسيطة من الدورة الدموية الغذريف بتعتمد على التغذية تاعتها الغذريف اللي هي زي خلايا بس بتكون صلب شوية زي السفنج وهذه الخلايا موجودة فيها سوائل كتيرة وبتكون فيها لزجة وممكن ضغطها وممكن زيادة حجمها وبتتغذى وبتتغذى يعني المواد الغذائية كيف بتدخل للغذريف عشان أنا أغدي الغذريف هذه وحسن من وضعها الخاصية الوحيدة اللي بيدخل المواد الغذائية والسوائل حوالين الغذروف هذا او السفنجي اذا كنت شابوها في السفنجي اللي هي عملية الضغط لما نكبس على على المفصل او نضغط على المفصل اثناء المشيء واثناء الحركة مثلا مفصل الركبة فبيصير في عنا ضغط على السفنجي هذي فالسوائل بتطلع من السفنجي هذي من الغذروف لبرا لبرا الغذروف وعن طريق انه نشيل اجرنا ونشيل الضغط عن الغذروف هذا ساعتها بيصير في عنا عالية امتصاص للمواد الغذائية اللي حوالين المفصل واللي هي لازم تكون مواد غنية في الفيتامينات وفي المعادن وفي الدماء الكويسي اللي بتدخل اكسجين للمفصل فبتسرع من اعادة بناء المفصل فهاي الخاصية الضغط والازالة الضغط اللي هي بتتم فقط اثناء الحركة فاذا احنا ما اتحركنا اذا المفاصل تاعتنا والغذروف بتنشف فضروري جدا موضوع الحركة دايما اللي بنحكي لكم عليه هلا تدخيل المواد الكويسة للغذروف هذه اللي هي مثلا البصر الثومي الكبريت عنصر الكبريت الباكدونيس الزيوت الكزحة كويسة كتير زيت السمسم كأكل انا بنحكي عن الزيوت هذه كأكل او كدهون اذا بندهنها على المنطقة هاي على المفصل المواد اللي موجودة في الزيوت هذه بتدخل عن طريق المسامات اللي موجودة في الجلد للأخشي اللي تحت الجلد للعضلات وبتكون موجودة بشكل كبير حوالين المفصل وهذا بعطيك تأثير مباشر على المفصل بشكل مباشر في تخفيف الألم وتوصيل مواد غذائية للمفصل وتنشيط المفصل ومنع التهابات كتير موجودة في المفصل فيا بنحطه بطريقة مباشرة وبندهن وبنعمل مساج في الزيوت هذه اللي هي زيت زتون زيت خروع زيت كزحة زيت سمسم اي زيت انتو بترتاحوا عليه انتو ممكن تستخدموا اي شي بدكم اياه وانتو اللي بتقرروا هل هذا بناسبكم ولا ما بناسبكم هل بتحسوا براحة اكبر باستخدام زيت زتون ولا باستخدام زيت نعنع ولا باستخدام زيت زحتر ولا باستخدام زيوت تاني هادي الزيوت بتعتمد على كل واحد على هو راحته شو برتاح على زيوت هادي فانتو ممكن تجربوا تدهنوها على منطقة المفصل وتشوفوا شو بعطيكم راحة الشغلة التانية بعد ما نمسج وندهن في منطقة المفاصل اللي بتقلمنا سواء في زيوت زتون او نعنع او زعتر او زيت سمسم او هاي الامور ممكن اننا نحط الضمضات حوالين المفصل هذا ونحط فيه المواد الطبيعية اللي ممكن تساعد المفصل هذا على الشفاء اللي هي ممكن نعمل خليط من البصل من الثوم ونحط شوية ملح وشوية زيت زتون ونحطه في بشكير ونحطه مباشرة مع مي سخني هكي بكا سخني البشكير هذا او ممكن نحطه في نسخنه او نحط عليه مي سخني شوي ونلفه حوالين المفصل وهذا بساعدنا كتير على تخفيف الالام لانه المواد هاي اللي موجودة في العشاب هاي اللي منا نحطها او في البصل او في الثومي واللي هي ملفوفة في بشكير بمي سخني هاي بنحطها مباشرة على المفصل نفسه هاي المواد بتوصر بشكل مباشر لجسم الانسان ولا المفصل عن طريق دخول له في مسامات الجليد وهذا بعطيك احمرار مباشر على المنطقة معناته في دورة دموية صارت في منطقة المفصل سواء الركبي ولا الظهر ولا اي مفصل بتكم اياه في الجسم